اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها بتحقيق المزيد من الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى يده الله فيما كلف جلالته سموه بنقل خالص تحياته وتمنياته لاخوانه صاحب السمو ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولشعب دولة الامارات الشقيق بدوام التقدم والنماء ورحب حضرة صاحب الجلالة باخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وأكد على عمق العلاقات الاخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجالات وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة الامارات العربية المتحدة على المستوى الدولي وما حققته من إنجازات ونجاحات متميزة على مختلف الأصعدة بفضل نهج قيادتها الحكيمة وبدورها الفاعل في الدفاع عن القضايا والمصالح الخليجية ومساندة القضايا العربية والإسلامية وخدمة الأمن والاستقرار في المنطقة كما استعرض جلالته مع سمو حاكم الفجيرة عددا من القضايا موضع اهتمام البلدين الشقيقين وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية الأوروبية هذا وقد أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالجهود الكبيرة لحضرة صاحب الجلالة في توطيد الروابط الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات مؤكدا أن العلاقات البحرينية الإماراتية تحظى على الدوام بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر